أنا الذي أعطيت على معاصل جليل الرشاة أنا الذي حين بشرت بها خرجت إلي أسعى أنا الذي أمهلتني فمرعويت وسترت علي فمستحييت وعملت بالمعاصي فتعديت وأسقطني من عندك فما بغاليت فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحيتني إليه لما عصك حين عصيتك وأنا بربو بيدك جاحد ولا بأمرك مستخف ولا لعقوبتك متعرض ولا لوعيدك متهاون لكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هواي وأعانني عليها شقوتي وغرني سترك المرخى علي فقد عصيتك وخالفتك بجهدي فالآن من عذابك من يستنقذني ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني فواسو أتاه على ما أحصى كتابك من عملي الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعت رحمتك ونهيك إياي عن القلوط لقد نطوم عندما تذكرها يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راجع اللهم بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبحب النبي الأمي القرشي الهاشمي العربي التهامي المكي المدني أرجو الزلفة لديك فلا توحش استناس إيماني ولا تجعل ثوابي سواب من عبد سواك فإن قوما آمنوا آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم فأدركوا ما أملوا وإنا آمنا بك بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عننا فأدركنا ما أمنا وثبت رجائك في صدورنا ولا تزق قلوبنا ولا تزق قلوبنا بعد إذا ديتنا وهب لنا من لدنك رحمتين إنك أنت الوهام فوعزتك لو انتهرتني ما برحت من بابك ولا كففت عن تملقك لما ألهم قلبي من المعرفة بكرمك وزعت رحمتي إلى من يذهب العبد إلا إلى مولاه وإلى من يلتج المخلوق إلا إلا إلى خالق مولاه إلهي لو قرنتني بالأصفاد ومنعتني سيبك بين الأشهاد ودللت على فضايحي عيون العضايات وأمرت بي إلى النار وحلت بيني وبين الأبرائيات ما قطعت رجائهم وما صرفت تأميلي للعفو ولا خرج حبك من قلبي أنا لا أنسى يديك عندي وسدرك علي في دار الدنيا سيدي أخرج حب الدنيا من قلبي واجمع بيني وبين المصطفى والي خيرتك من خلقك وخاتم نبينا محمدين صلى الله عليه وآله وأعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري فما يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبري لم أميدوا لرقدتي ولم أفرش بالعمل الصالح لضجعتي وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الماء فما لي فما لي فما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمتي قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسؤالي منكري ونكرني أبكي لخروج من قبري عريانا للذليلين حاملا ثقلي على ظهري أنظروا مرة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شعن غير شعني لكل أمر منهم يوم إذن شعن يغني أوجون يوم إذن مزفرة ضحكة مستبشرة أوجون علي وجوه ووجون يوم إذن عليها غفرة ترهقها قترة وذلة سيدي عليك معولي ومعتمدي ورجاي وتوكلي وبرحمتك تعلقي تصيب برحمتك من تشاء وتهدي بكرمتك من تحق فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي ولك الحمد على بسط لساني أفى بلساني هذا الكال وأشكرك أم بغاية جهدي في عملي أرضيك وما قدر لساني يا رب في جنبي شكري وما قدر عملي في جنبي نعمك وإحسانك ختام الدعم إلي إن جودك بسط أملي وشكرك قبل عملي سيدي إليك رغبتي وإليك رهبتي وإليك تاميلي وقد ساقني إليك أملي وعليك يا واحدي عكفت همتي وفيما عندك انبسطت رغبتي ولك خالص رجائي وخوفي وبكانسة محبتي وبكانسة محبتي وإليك ألقيت بيدي وبحبل طاعتك مددت رهبتي يا مولاي يا مولاي بذكرك عاش قلبي وبمناجاتك بردت ألم الخوف عني فيا مولاي ويا مؤملي ويا منتهى سؤلي فرق بيني وبين ذنبي المانع لي من لزوم طاعتك فإنما أسألك لقديم الرجاء فيك هو عظيم الطمع منك الذي أوجبته على نفسك من الرأفة والرحمة فالأمر لك وحدك لا شريك لك والخلق كلهم عيالك وفي قبضتك وكل شيء خاضع لك تباركت يا 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 أرحم الراحمين وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين